كان باسمعيل من اليوم مبروك طبعا نادي الزمالك النهاردة عمل مباراة كبيرة تحديدا في الشهرط الأول وحتى الشهر التاني على مستوى الدفاع عمل مباراة لحد كبير جيدة جدا في المجمل على مستوى التسعين ديئة كان الزمالك اللي أحبت بالفوز والفوز بالمباراة والفوز بالكاسنوز طبعاً الحمد لله طبعاً مبروك لجمهور ناتزة مالك الكبير العظيم اللي ما سابش الفرقة في الفترة اللي فاتت ووقف جنبها واقتنع بمدير فني كبير عظيم زي فريرة ومجلس إدارة طبعاً مستشار مرتضة كل الناس سخروا جهدهم الفترة اللي فاتت أن ناتزة مالك يقف على رجليه لأن الحقيقة أن مجموعة لعيبة كل الناس كانت بتكلم أن الموسم هيبقى صعبة جداً لناتزة مالك السكواد مقفول لفترتين قيد لعيبة صغيرة هو جي طبعاً وده بقول صفقة العمر بالنسبة للمجلس إدارة ناتزة مالك مستشار مرتضة أنه هو جاب فريرة لأن فريرة عنده خبرات كبيرة جداً وهو جي مصر وعرف الأجواء وخد الموضوع التحدي بالرغم كريم أنه هو الأسسستمت اللي معاه مش هم اللي كانوا معاه في الفترة اللي فاتت في ناتزة مالك فجايب مساعدين بورتغاليين على مستوى عالي جداً جداً جداد فهو عشان يفهموا شغله أول مرة يشتغلوا معاه فهو كان بيشتغل بإيده قمة النشاط والحيوية من أول يوم اشتغل فيه وعنده مبادئ ثابتة ما بتتغيرش سواء مع اللعيبة الكبار أو مع اللعيبة الصغيرين هو المعاملة واحدة فنال احترام متقدير اللعبين طبعاً ومجلس الإدارة والجمهور واللي بيشتغل ربنا بيكافئه والبطولة النهاردة تتويج بسيط لأنه هو اشتغل فترة اللي فاتت كويس جداً صحيح وأرسى مبادئ داخل نادي الزمالك بين اللعيبة إن الكويس الملتزم الموجود بغض النظر عن اسمه مين بدليل إنه هو النهاردة مكاسب كتير النادي الزمالك في الفترة اللي فاتت أنت أكنك جايب خمس أو ست صفقات جداد ومش حاسين الفرق اللي حصل بين ولد صغير النهاردة ناديم حارس مرمى عنده تسعتاشر سنة أو تمنتاشر سنة قاعد احتياط العواد صحيح النهاردة فيه أكتر من لعب موجود صغير حسنان عبد مجيد صغير عنده عشرون سنة بيلعب لقاء قمة على بطولة فالأمور لا تحس إن هو طبعا ربنا بيكافو على الفترة الفاتح موسى النمار ونمار وصف جعفر ويوسف أسامة نبي لعيبة إن شاء الله هتبقى يعني زخيرة بالنسبة لنادي الزمالك في الفترة اللي جاي بس لما الولاد الصغيرين دول يطلعوا على بطولة هو واق العارف إن الإحساس بالثقة وإن هما ممكن يدوا لنادي الزمالك فترات طويلة إن شاء الله